بعد ذلك جاء الوحي الذي به تمت الصناعة تم الاستفاء تم الاستفاء والاجتباء وهو أن يكون كليم الرحمن أن يكون رسولا من رسل الله تعالى الله جل وعلا في سورة الطهى أجمل ما جرى في الإيحاء لكن في غيره من المواضع فصل في ذلك ومن ذلك قوله جل وعلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطوري نارا الطور هو جبل وهو في سيناء وتحديده مختلف فيه لكنه جبل من الجبال التي جرى فيها أو جرى عندها من الأحداث العظام ما جعل الله تعالى يقسم به في قوله جل وعلا والطور و كتاب مصطور فقيل أن هذا الجبل هو الذي كلم عنده رب العالمين موسى يقول جل وعلا آنس من جانب الطوري نارا قال لأهله أي زوجته إني آنس نارا تعالي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون هذه النار إما أن يكون عندها أحد فأستفيد خبرا في استدلال على الطريق أو أن تكون نارا موقدة فأستفيد منها شعلة آتيكم بها لعلكم تصطلون أي تستدفئون بحرها أو تنتفعون من حرها بوجه من الوجوه فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وهنا يظهر استفاء موسى عليه السلام بل تمييزه على سائر النبيين فإن موسى اختص بأنه كلم الله أو كلم الرحمن هذه السفة التي اختص بها ما سرها الأنبياء كلموا الله جل وعلا وكلمهم رب العالمين فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه سائر النبيين ممن أوحى إليهم جل في علا لكن ما الميزة التي جعلت موسى يوصف بهذا الوصف أنه كلم الله الميزة أن ابتداء الوحي لموسى لم يكن بواسطة مباشرة من الله سبحانه وتعالى بل كانت مباشرة من الله تعالى على خلاف ما جرى عليه سنن الإيحاء إلى الرسل أن يأتيهم جبريل كما جاء إلى سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الغار فقال اقرأ قال ما أنا بيقارئ اقرأ ما أنا بيقارئ اقرأ ما أنا بيقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق فكان الوحي من طريق جبريل عليه السلام بواسطة لكن موسى عليه السلام لم يكن الوحي ابتداؤه لم يكن ابتداؤ الوحي إليه بواسطة بل بخطاب رب العالمين حيث قال له جل وعلا في ما قصه يا موسى إني أنا الله رب العالمين هكذا ابتدأ الوحي ولذلك كان موسى عليه السلام كريم الله